في المواقع المحلية موقع المصدر أولاين يتحدث عن رحلة القهوة العربية من موطنها اليمني إلى مقاهي أمريكا وفي موقع البي بي سي في الأخبار المنوعة باحثون يلقون 17 ألف حافظة نقود في الهند لاختبار أمانة الناس وفي دي دابليو القلب المكسور قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان مرحبا بكم حرموا المواطنين منها وأخفوها داخل المخازن حتى لم تعد صالحة للاستخدام حيث أعلنت ميليشيا الحوثي أنها ستتلف كميات من الغذاء في ريمة وعنون موقع المشاهد نت إتلاف مساعدات أممية فاسدة في ريمة وقال الموقع أن السلطات التابعة لجماعة الحوثي أعلنت إتلاف 16 طنا من المساعدات الغذائية منتهية الصلاحية في محافظة ريمة وكيل المحافظة المعين من قبل ميليشيا الحوثي عبدالله الضبيبي قال إن المواد التي أتلفت تم ضبطها في مخزن تابع لأغذية العالم في منطقة الرباط بمديرية الجبين عاصمة المحافظة في مايو الماضي وأكد أن عملية الإتلاف ستستمر في بقية مخازن الغذاء العالمي في مديريات المحافظة وأن هناك كميات أخرى كبيرة من المواد سيتم إتلافها قبل عامين خصصت ميليشيا الحوثي مسلسلا تلفزيونيا موجها للأطفال لعرض مجموعة من الأطفال وقد وصلوا إلى جبهة نهم يقاتلون إلى جوار عناصرها وقبل أيام أرسلت الأطفال فعليا حيث يعانون موقع الصحوانت ميليشيا الحوثي تدفع بمئتي طفل إلى جبهة نهم جندتهم في مراكزها الصيفية وقال الموقع إن وزير الإعلام معمر الإرياني حذر من ارتفاع وطيرة تجنيد الميليشيا الحوثية للأطفال وإرسالهم لجبهات القتال منذ تنظيم ما أسمي بالمراكز الصيفية وأوضح الوزير أن المعلومات المادانية تؤكد قيام الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بإرسال مئتي طفل تم استدراجهم من المراكز الصيفية بمديرية الحيمة بمحافظة صنعة لتعزيز عناصرها بجبهة نهم حيث جرى نقلهم بالتزامن مع تصعيد عسكري في الجبهة خلال اليومين الماضيين ما مصير الفلسفة؟ هكذا تساءلت بروين حبيب في عنوان مقالها بصحيفة القدس العربي مضيفة في الوقت الذي بلغ فيه الفلسفة في الغرب العقولة وثبتوا فكرة التسامح والمحبة بين أفراد شعوبهم ظلت شعوب العالم الثالث خاصة الأفريقية منها والعربية تتخبط في برأثين العنف بكل أشكاله وقد شهد هذا العالم الخاوي من فكر واضح بدعائم قائمة على الحرية والتسامح والمحبة والحق في العيش الكثير من العنف والظلم حتى بدأ أن لا صوت للعقل بين تلك الأمم أما القلة القليلة من العقول الحكيمة وأصحاب الأفكار النيرة فقد تعرضوا لمضايقات بلغت بعضها حد التصفية الجسدية ودفعت بالأكثرية للمغادرة إلى النصف الآخر من الكرة الأرضية حيث يسود القانون المتأثر بفلسفة أخلاقية تحترم الإنسان على المدى الطويل وأمام انفلات الأمور من أيدي السلطات الحاكمة وتفش الأحقاد والكراهية بين أبناء الوطن الواحد والطائفة الواحدة وتحول هذه البلدان إلى أقاليم منكوبة برزت بعض المؤسسات الفكرية وبدأت تنشط بدعم كامل من أنظيمة راعية لها لطرح أفكار بديلة مستجدة بفلاسفة ومفكرين أو ما تبقى منهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه هكذا وصلتنا موضة التسامح وخطاب المحبة واحترام الحريات أمام بعض العجز لتنفيذ هذه الأفكار على أرض الواقع كون فاقد الشيء لا يعطيه الأسئلة نفسها تطرح بشأن نيتشي أو جورج لوكاتوش وغيرهما نتحدث هنا عن نظريات انتشرت بين الجامعات وتخطت حدود الدول وغيرت أفكار أجيال بأكملها ونقلت الوعي نقلة نوعية ارتفعت بالإنسان من مكانة وضيعة إلى مكانة أكثر احتراما ورسمت معالم الحرية بخطوط واضحة في البيانات العمالية والتعليمية تتولد أسئلة انطلاقا من الفراغات التي يفترض أن تملأها الفلسفة في مشهدنا الفكرية العربي فلا فيلسوفة تمتد أفكاره لا إقناع إلى درجة التأثير في أنماط التفكير الجماعية على الرغم من أن العرب يحبون كثيرا نعوم شوماسكي ويحبون بشكل أقل سارتر وهذه التصنيفات بين ما نحب وما نكره كثيرا لكن أين الجناح العربي من هذه الفلسفة؟ تتفاقم معاناة المرضى في اليمن ويواجه بعضهم الموتى جراء سوء الخدمات الطبية في المستشفيات اليمنية ومن يمتلك القدرة على السفر إلى الخارج لتلقي العناية الطبية تواجهه إلى جانب التكاليف المالية الباهضة إجراءة سفر وإشكاليات معقدة بسبب الحرب والحصار المفروض على اليمني واليمنيين قد خصص موقع بلقيس تقريرا بعنوان المرضى اليمنيون بين مرارة العلاج في الداخل وويلات السفر إلى الخارج وقال أحد المرضى لبلقيس تنقلت بين العديد من المستشفيات وخضعت لعدد من العمليات الجراحية وأنفقت الكثير من المال آملا في علاج ساق المتضرر بسبب حادث مروري لكن دون جدوى يضيف أنه بعد التجارب التي أجراها الأطباء في اليمن على ساقه وبعد الآلام والنفقات التي تجرعها قرر الأطباء البتر لما تحمل مرارة الصدمة حينها قدمت طلب استشارة طبية خارجية وأفادوا بأنه يمكنهم ترميم ما أتلف ولا داعي للبتر ويعاني المرضى في اليمن من صعوبة إيجاد البيئة المناسبة للعلاج خاصة المرضى المصابين بأمراض خطرة أو مزمنة ففي ظل الحرب والحصار أصبحت المستشفيات تفتقر الحد الأدنى من الأساسيات واللوازم المهمة كالكهرباء وبسبب الحصار على اليمن تغلق المنافذ الجوية أبوابها أمام المسافرين أعاد بعض المنافذ الواقعة في مناطق سيطرة الشرعية يضطر المرضى في بقية المناطق لتكبد مشقة السفر برا وصولا إلى أحد المطارات المفتوحة يستمع ديف إيج إيجرز الأديب الروائي الأمريكي إلى مختار الخانشلي وهو يروي قصته قبل أن يكتب هذا الكتاب الفريد محاولا من خلاله تغيير الصورة النمطية عن اليمن الذي يعاني الحرب والمجاعة والفقر ونحو 24 مليون إنسان مصنفين على أنهم معرضون للخطر وعنوان موقع المصدر أولاين راهب المخى رحلة القهوة اليمنية من موطنها اليمني إلى مقاهي أمريكا كان مختار وهو يمني أمريكي مسلم نشأ في سان فرانسيسكو شابا لا يهدأ ويناضل للبقاء في ظروف أجبرته على خسارة الكثير من فرص التعليم والوظائف الآمنة وحتى فقدان المال لكنه كان أيضا ذكيا ومدفوعا بفخره الكبير بتراثه وأصوله اليمنية ويعمل مختار الخانشلي حاليا رئيسا تنفيذيا لشركة خاصة بالقهوة اليمنية ويروي الكتاب الذي ألفه الأديب الأمريكي قصة مختار الفريدة بدءا من عمله بوابا لعمارة فخمة فيغوص في تاريخه الشخصي وأصوله اليمنية وأصول القهوة اليمنية في محافظته إب التي تزرع القهوة منذ أكثر من خمسمائة عام وتدور فكرة الكتاب القصصي حول حابة البن في اليمن الذي شاهد صب أول فنجان قهوة وحتى منتصف القرن السابع عشر كانت القهوة اليمنية غالبا وعندما بدأت تجار الهولنديون التجارة مع اليمن عام 1616 قدمت القهوة أو قدمت القهوة إلى أوروبا عبر ميناء المخى ولاحقا تدفقت القهوة أو القهوة العربية أرابيكا إلى بقية دول العالم يتناول الكاتب الروائي أيضا قصة راهب المخى الشيخ علي بن عمر القرشي الهشاذلي وهو راهب صفي ذهب إلى هرر الأثيوبية وتزوج من امرأة أثيوبية وأحضر نبتة القهوة لها والتي لم تزرع بعد في المخى اخترع الشراب الداكن المعروف الآن باسم القهوة كثير من الحب تحت هذا العنوان كتبت بسم النسور مقالها المنشور في صحيفة العربي الجديد قال نيلسون منديلا مخاطبا مرديها الكثر في أنحاء المعمرة لا أحد منا يولد وهو يكره الآخرين بسبب لون بشرتهم أو معتقدهم الديني أو انتمائهم السياسي الكراهية يتم تعلمها فيما بعد وتطلع بذلك السلطات الغاشمة والموروث الثقافي العنصري الذي يتغذى على مشاعر الكراهية المظلمة كي يطيل أمد بقائه سلك منديلا دربا طويلا باتجاه الحرية وصفه بالموحش والطويل معتبرا نفسه رجلا مسالما غير عنيف اضطرها في مرحلة ما إلى حمل السلاح في مواجهة رعونة ووحشية المحتل العنصري وحين قال له آمير السجن بحقد مجاني متوارث أنت وصحبك أكثر الرجال خطورة في أفريقيا على الرغم من أنكم مجموعة حيوانات برية لا بد من سحقها عاد إلى الرفاق قائلا بهدوء علينا أن نعلمهم أن يحترمون يحتاج الأمر وقتا ونحن معنا كل الوقت نال شعب جنوب أفريقيا ما صب إليه طويلا من عدالة وحرية وحقوق دينية وسياسية كانت حكرا على أقلية مستبدة بفضل قيادة هذا الرجل الاستثنائي الحكيم ولعل درس الحب هو من أهم وأبلغ الدروس التي تمكن من بثها في أرواح أبناء شعب عانى من شتى أصناف الظلم والقهر والاضطهاد والاستعباد ومصادرة الحقوق والقتل والتعذيب والزج في السجون والرغبة في الانتقام الذي يطفئ نيران القلوب ويشفي غليل الصدور ولذلك يسمونه بالإنجليزية الانتقام الحلو غير أن مانديلا لم يرى أي حلاوة في الانتقام بل اعتبره استمراراً لحلقة الكراهية الجهنمية التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوحج وقد تعرض للوم بعض من أبناء جلدته الذين اعتبروا ذلك ضعفاً واستكاناً وهم لا يدركون أن الرجل أكثر صلابة مما يتصورون ومضى إلى النهاية مسكوناً بهموهم مراهناً على مستقبل أفضل لأبنائهم رجحت مصادر حكومية يمانية للشرق الأوسط أن الرئيس هادي يجري مشاورات مكثفة مع قيادة الشرعية ورؤساء الأحزاب وهيئة مستشاريه ومع رئيس الحكومة معين عبد الملك لغرض إجراء تعديل وزاري على حكومة الأخير ومن المتوقع أن يشمل التعديل الوزاري إزاحة عدد من الوزراء إلى جانب تعيين وزيرين الخارجية والأشغال العامة وإجراء تنقلات بين بعض الوزراء في وزاراتهم الحالية ويعزز المعلومات فراغ يشوب حقائب وزارية سيادية وخدماتية أبرزها وزارة الخارجية تضيف الصحيفة يعد وجود رئيس الحكومة الموجود حاليا في الرياض مؤشرا قويا للتشاور مع الرئيس هادي على تعديلات الوزارية المرتقبة مصادر قريبة من أروقة الرئاسة اليمنية رجحت أن تكون وزارة المياه والبيئة والصياحة والتخطيط والتعاون الدولي من الوزارات التي سيشملها التعديل الوزاري خاصة بعد إصدار رئيس الحكومة قبل أيام قرارا بتوقيف وزير المياه والبيئة عن العمل وتكليف الوكيل بمهامه لم يغيب العالم العربي عن خارطة الجوع العالمية التي كشفت عنها منظمة الأغذية والزراع للأمم المتحدة فاو في تقرير لها صدر مؤخرا والظاهر أن الجوع يزحف بقوة في البلدان العربية التي تشهد اضطرابات سياسية أو نزاعات مسلحة فبحسب صحيفة العربي الجديد أظهر التقرير معاناة ثمانمائة وعشرين مليون شخص عبر العالم جراء الجوع الذي مس بقوة اليمن بنسبة ثمانية وثلاثين فاصل تسعة بالمئة خلال الفترة بين الفين وستة عشر و الفين وثمانية عشر وأضف التقرير انتقلت نسبة العراقيين الذين يعانون من الجوع من ثمانية وعشرين إلى تسعة وعشرين بين الفترتين فيما وصلت نسبة شيوع الجوع في السودان إلى عشرين فاصل واحد بالمئة وتجلى من التقرير أن نسبة الجوع انتقلت في الأردن من ستة فاصل ستة بالمئة إلى اثني عشر فاصل اثنين بالمئة بينما قفزت أيضا في لبنان من ثلاثة فاصل أربعة بالمئة إلى أحد عشر في المئة ويتصور الخبير الزراعي المغربي محمد الهاكش في حديث للعربي الجديد أن محاصرة الجوع وسوء التغذية في العالم العربي تمر عبر التوجه نحو تحقيق السيادة الغذائية وهو ما يمكن أن يتحقق عبر السعي لتجسيد مطلب الاكتفاء الذاتي التقرير لحظ ارتفاع عدد الجياع في العالم فيما يتطلب المجتمع ويتطلع المجتمع الدولي إلى القضاء على الجوع خلال العشرة الأعوام القادمة الجمهوري الآخير تحت هذا العنوان كتب مروان الغفوري مقاله المنشور في صحيفة الاستقلال مضيفا في فقارات منه في الرابع عشر من يوليو هذا الشهر احتفل الحوثيون بتخرج دفعة جديدة من الأطباء من جامعة صنعاء أربعمائة طبيب وطبيبة جرى الاحتفال في واحدة من قاعات جامعة صنعاء وحضره ممثلون عن الحكومة الحوثية ووعدوا الأطباء الجدد بمزيد من المقاومة ووصفوا الحفلة بالانتصار استمعت إلى الخطابات التي ألقيت أكان هناك حديث عن الدولة لا الجمهورية عن السلطة التي تحمي الناس لا تلك التي تعبر عنهم بدت تلك الدولة التي يتحدثون عنها مستقرة وواقعة تحت عدوان ما وأن ذلك العدوان في طريقه إلى الزوال غير أن الأمر الأكثر فداحة هو الهجرة المتزايدة لشعب الجمهورية اليمنية إلى أزمنة أسلافه وربما لن يمضي وقت طويل حتى يصبح ذلك الشعب الجمهوري شديد الشبه بشعب الدولة الإمامية على الضفة الأخرى في 30 من إبريل الماضي القاعدة روس الزبيدي خطابا بمناسبة تخرج دفعة عسكرية جديدة انضمت إلى اللواء الأول ساعقة الدفعة واللواء والقائد كلهم لا علاقة لهم بالحكومة ولا بأجهزتها المتعارف عليها كان ثمة وطن بمواصفات خاصة في حديثه وطن يتسع مكانا ما ويتسع لأناس بعينهم أعاد في خطابه التأكيد على أن جيشه لديه مهمة أخرى خارج التحرير حماية الأمن الإقليمي لشبه الجزيرة العربية متى ما أرادت دول التحالف العربي ذلك لقد تفككت الدولة اليمنية إلى وحدات صغيرة لا تشبهها في شيء ثمت عداء ضار للجمهورية اليمنية في الشمال حتى أن عيد الثورة السادس والعشرين من سبتمبر لم يعد يحتفل به أحد هناك ومحيت أهداف الثورة من واجهة صحيفة الثورة وحلت أسماء ملكية محل الأسماء الجمهورية في ناصيات الشوارع لا يقل العداء للجمهورية في مدن الجنوب عنه في شمالها اغتربت الجمهورية اليمنية داخل أراضيها وقطعت أمامها السبل لم يعد الجمهورية من صديق سوى أصوات مشتتة ومتقاتلة انفردت صحيفة ديلي تيليغراف بين صحف اليوم الاثنين البريطانية بنشر تقرير في صفحتها الأولى تقول فيه إن الأزمة مع إيران قد تسببت أو تسببت في إيقاض خلايا إرهابية نائمة وتدفعها إلى شن هجمات إرهابية على بريطانيا وينقل التقرير عن مصادر استخباراتية قولها إن خلايا إرهابية تدعمها إيران قد تكلف أو تكلف بشن هجمات في بريطانيا إذا تفاقمت الأزمة بين لندن وطهران في أعقاب احتجاز إيران لناقلة ترفع العالم البريطاني في خليج هورموز ويضيف التقرير الذي ترجمته البي بي سي أن وكالة الاستخبارات تعتقد أن إيران شكلت خلايا إرهابية نائمة عبر أوروبا بينما بما فيها بريطانيا وقد تعطى الأوامر لها بشن هجمات ردا على الأزمة في الخليج وترى هذه المصادر أن الخلايا يديرها متشددون مرتبطون بحزب الله اللبناني وكانت شرطة مكافحة الإرهاب كشفت في 2015 خلية جمعت أطنانا من المتفجرات في متاجر بضواحي لندن وتقول الصحيفة نقلا عن المصادر الاستخباراتية إن إيران وضعت عملاءها في حزب الله على استعداد لشن هجمات في حالة اندلاع نزاع مسلح وهذا هو الخطر الذي تشكله إيران على الأمن الداخلي في بريطانيا حسب ديلي تيليغراف في تجربة فريدة وغير اعتيادية لاختبار الأمانة قام بعض الباحثين كما تقول البي بي سي بتسليم أربعمائة حافظة نقود عثروا عليها في أبنية عامة مثل البنوك والمسارح والفنادق ومركز الشرطة ومكاتب البريد والمحاكم في ثماني مدن هندية وسلم الباحثون حراس الأمن وموظفية لاستقبال حافظات النقود قالوا إن أقدامهم تعثرت بها بينما كانوا يتعجلون الخروج من الأبنية كانت بعض الحافظات خالية من النقود وكان بعضها يحتوي على 230 ربية وكل حافظة تحتوي على ثلاث بطاقات عمل تحمل معلومات تحدد هوية أصحابها كاسم صاحب الحافظة وعنوان البريد الإلكتروني وقائمة مشتريات البقالة ومفتاح فريق الباحثين الذين كانوا يمثلون أنهم أصحاب تلك الحافظات انتظروا الاتصال بهم من جانب حراس الأمن وموظفي الاستقبال كجزء من تجربة لاختبار أمانتهم ورصد الباحثون بلاغ أصحاب 43% من الحافظات التي كانت تحتوي على أموال بينما كان الرقم أقل بكثير بالنسبة للحافظات الخالية من النقود حيث أعيد منها 22% فقط أثبتت نتائج هذه التجربة المثيرة التي نشرتها مؤخرا مجلة ساينس أن الناس أكثر أمانة مما نعتقد وقال ألان قوهن عالم الاقتصاد السلوكي في جامعة ماتشيغن واحد وأحد المشرفين الرئيسيين على الدراسة إنه شيء لم يكن متوقعا وظهرت الدراسة أن النساء أكثر ميلا من الرجال يبلغي عن الحافظات سواء احتوت على أموال أم لا مجرد تجربة الفيلسوف الأمريكي وعالم المنطق أفرام نعون تشوميسكي ألقى محاضرة نشرت الغد مقتطفات منها يحكي لنا الروائي السويدي هينينغو مانكل عن تجربة عايشها في موزنبيغ في ذروة الأعمال الوحشية البشعة لحقبة الفصل العصري وعندما رأى رجلا ضئيلا يمشي في اتجاهه بملابس رثة ويقول مانكل بسبب بؤسه العميق رسم ذلك الناجي البائس أحذية على قدميه بطريقة ما ومن أجل الدفاع عن كرامته في وقت ضاع فيه كل شيء استخرج الرجل الألوان من صخور الأرض ورسم بها أحذية على قدميه سوف تثير مثل هذه المشاهد ذكريات مؤثرة لدى أولئك الذين شاهدوا القسوة والإهانة وأيضا المقاومة المتصاعدة أولئك الصامدون باستعارة المصطلح الموحي الذي استخدمه رجا شحادة في كتابه الرائع عن الفلسطينيين تحت الاحتلال قبل عشرين سنة مضت مثل الكثير منكم بل في الحقيقة أقل بكثير من العديد منكم كنت قد رأيت مثل هذه المشاهد في جميع أنحاء العالم على مدى سنوات عديدة ثم مرة أخرى في تشرين الأول أكتوبر الماضي عندما تمكنت من زيارة غزة للمرة الأولى بعد عدة محاولات سابقة فاشلة وفي استقبالي لدى العودة إلى دياري كانت التقاير التي تتحدث عن أحدث موجة من الجرائم المروعة وجوم تشرين الثاني نوفمبر الإسرائيلي العدواني بدعم من الولايات المتحدة والتغاضي والسكوت الصاغر من جهة أوروبا منذ الأيام الأولى كان ينظر إلى العرب باعتبارهم زرعاً غريباً في أرض إسرائيل وبأنهم سيكونون سعيدين بالمقدار نفسه في أي مكان آخر من المناطق العربية وعندما صدر وعد بلفور لاحظ حايم أوزيمان أول رئيس لإسرائيل وشخصية الصهيونية الأكثر إجلالاً أن البريطانيين أبلغوا بأن هناك في فلسطين بضعة مئات آلاف من الزنوج ولكن هذه مسألة ليست ذات أهمية وبدوره أبلغ أوزيمان اللورد بلفور بأن القضية المعروفة باسم المشكلة العربية في فلسطين ستكون ذات طابع محلي فقط إن كنت فقدت حبيباً أو انفصلت عنه وبدأت تعاني من ضيق في التنفس وتسارع في دقات القلب فعليك مراجعة الأطباء لأنك ربما تعاني من متلازمة القلب المكسور مرض يتسبب بأمراض أخطر يمكن أن تهدد حياتك هكذا يقول موقع ألماني شهير مستنداً على دراسة توصلت إلى أن القلب المكسور قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان وقال موقع الديدابليو كثيراً ما يقول الأطباء إن سبب الأمراض التي تصيب الناس على اختلافها نفسي ومن الخلل النفسي ينتج مرض يصيب الجسد ولهذا ينصح الأطباء لابتعاد عن مسببات الضغوط النفسية وهناك ما يعرف بمتلازمة القلب المكسور التي تظهر نتيجة خسارة حبيب أو الانفصال عنه أو حتى بسبب الضغوط النفسية والخوف والغضب والحزن وتظهر على شكل ضيق بالتنفس وضغط على الصدر وسرعة أيضاً بالتنفس وأحياناً تتسبب في أزمة قلبية دراسة من مؤسسة أمراض القلب الأمريكية تربط هذه المرة بين متلازمة القلب المكسور والسرطان الذي يمكن أن يصيب الأمعاء أو الثدية أو حتى الجهاز التنفسي أو ربما الأعضاء التناسلية والجلد وينقل موقع كورير عن مؤسسة الأمراض أو أمراض القلب الأمريكية أنه لا توجد دلائل حتى الآن حول نتائج الدراسة إلا أن هناك علاقة محتملة فقد بحثت الدراسة ألف وستمائة وأربع حالات لأشخاص كانوا يعانون من متلازمة القلب المكسور فوجدوا إصابة 267 منهم بالسرطان وكان الباحثون في جامعة زيوريخ قد نشروا دراسة جديدة حول هذا الموضوع فقد أظهر التصوير بالرنين المغنطسي لـ 15 مصابا كيف أن مناطق معينة من الدماغ تتواصل بشكل أو مع بعضها البعض بشكل سيء أكثر من الأشخاص الأصحى ما يشير إلى احتمال حدوث تغييرات في وظائف المخ قد تكون ذات صلة بمتلازمة القلب المكسور وأظهرت دراسة في عام 2017 أن معدل الوفيات بعد متلازمة القلب المكسور أعلى بكثير مما كان يعتقد سابقا بل إنها تهدد الحياة مثل النوبة القلبية الكاريكاتير فن نفس الصورة والخبر حتى أن رسمة واحدة تقول ما لم يقله غيرها في جولتنا لهذا اليوم نستعرض جزءا من ذلك الفن ترجمة نانسي قنقر أصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كوشك الصحافة نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء